أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معنا في دورة موهوب في حل أسئلة موهوب مع الطلبة والطلاب الموهوبين في الرياضية عندنا في هذا السؤال التالي قال لنا سؤال 26 لونا أوجه مكعب بحيث أي وجهين لهما حرف مشترك يلونان بلون مختلف فما أقل عدد من الألوان يمكن أن أستخدامه في بداية الآن أروح أرسم مكعب أرسم مكعب صغير وعلشان أوضح أن كل الآن علشان أوضح خليكم معي يا أولاد يا بنات يلا تسمعون الحمد لله تمام الآن أروح أوضح الآن أروح أعمل هذا المكعب سوينا هذا هنا مكعب وهنا أيضاً هذا المكعب الآن هو قال لنا لونا أوجه مكعب بحيث وجهين أي وجهين لهما حرف مشترك بلونين مختلفين يعني لنا هذا أي مكعبين اثنين مع بعض أي وجهين يعني مثلاً هذا الوجه شفت الآن هذا لهم حرف مشترك راح لونه بلون مختلف هنا صار اللون هنا مثلاً لونه باللون الوردي وهنا لونه باللون من الأخضر وهكذا أي وجهين يصير لهم يكون مشترك طيب الآن نقول لنا كم لون نقدر بنستخدم أنا عندي كم وجه الآن موجود عندي ستة أوجه ما دام عندي ستة أوجه أروح أقسم ستة أوجه قسمة كم لون قال كل واحد لونين الجواب إذن كم عدد الألوان اللي بستخدمها عدد الألوان ثلاثة ألوان فإذن تكون الإجابة فقرة بي الإجابة فقرة بي ثلاثة واضح؟ اكتب لي على الشاتن إذا هو واضح يا أولاد يا بنا لأننا خليت الآن المايكات صامت اكتبوا على الشاتن واضح السؤال جميل واضح الإجابة إذن وجدنا عدد الألوان ثلاثة يلا نأخذ الآن السؤال السابع والعشرين يلا في سؤال سبع وعشرين قالين الشكل التالي يوضح شبكة من النوع خمسة في خمسة يعني كل المربعات موجودين خمسة وعشرين مربعين لك أن تملأ كل مربع بأحد الأعداد التالية عطاني الأعداد من واحد إلى خمسة بحيث أني أنا أملي كل عمود وكل أوفقي وكل أيضا قطر بنفس الأعداد بدون التكرار لا يتكرر العدد بحيث لا يتكرر شو لاحظوا العدد في نفس الصف أو العمود أو القطر الكبيرين هناك بعض الأعداد كتبت أوجد قيمتهم هنا أروح أجرب أشوف ما هي الإجابة أبغى أجرب بحيث أن يكون هذا الخط كله بدون تكرار الأعداد بدون تكرار الأعداد يلا أجرب أحط مثلا هنا أنا هنا في هذا الصف ما أقدر أحط واحد صح في هذا الآن هنا ما أقدر أحط واحد صح ليش ما أقدر أحط واحد لأن عندنا واحد هنا صح ولا أقدر أحط ثلاثة صح ليش ما نقدر نحط ثلاثة لأن موجود في الأفق ثلاثة صح إذن ممكن أحط احتمال العدد أربعة ممكن لا لا تشطب يا محمد باصل امسح يا محمد باصل امسح إذن أروح أحط كم خلينا أشير عنكم القلم هنا أروح أجرب الحين إلى أعداء هنا لو جربت ومليت المربعات بصير العدد هنا موجود أربعة وبعدين هنا ثلاثة وممكن هنا لأنه في أربعة وفي عدنا واحد وعدنا اثنين ممكن يصير خمسة هنا ولاحظوا خمسة وثلاثة وهنا ممكن يصير اثنين وهنا بصير كام واحد لاحظوا أربعة واحد ثلاثة خمسة اثنين ما يتكرروا لا أفقيا ولا عموديا فإذن تكون الإجابة فقرة مين فقرة اي الإجابة واحد حلو يلا نروح للسؤال الثامن والعشرون في السؤال الثامن والعشرون قال لنا بملاحظة تسعة وعشرين هنا معناه تسعة وعشرين بالمئة عدد دوري هذا نسميه عدد دوري عدد دوري العدد الدوري إذا أنا أبغى أسوي كسر فما بيصير تسعة وعشرين على تسعة وتسعين وعطاني تسعة وعشرين بالمئة يساوي هذا المقدار 0.292929 مكرر يعني هذا معناه هو يقول لكم هذا معناه عدد دوري فإن قيمة 0.729 هي كم؟ يبغاها بالكسر يعني عدنة تسعة وعشرين هو المكرر والثان مرة بسيط أروح أوزع هذا الجزء العشري أحوله إلى كسور أحوله إلى كسور عندنا هنا تسعة وعشرين عدد دوري هنا عدد دوري التسعة وعشرين إذا فبيصير لنا الإجابة أقول هنا سبعة من كم؟ بيصير عندنا سبعة من عشرة لأن هذه جزء من عشرة زائد التسعة وعشرين هادي بيصير عبارة من كم؟ من تسعة وتسعين يعني بيصير هنا تسعة وعشرين الآن لأنه قاني تسعة وعشرين من تسعة وتسعين بس لكن بيصير من كم؟ من تسعة وتسعين يلا نقول التسعة وعشرين عبارة عن خلينا ما هو راضي يكتب خلينا نشوف بالماوس يكتب هنا تسعة وعشرين من تسعة وتسعين يلا الان اوحد المقامات اوحد المقامات الان انوحد المقامات يصير مقاماتهم تسعمية وتسعين نضربهم يعني انوحد المقامات ونضرب سبعة ضرب تسعة وتسعين الجواب كم يا اولاد يا بنات سبعة ضرب تسعين كم الجواب الجواب يصير هنا طبعا بصير 2.9 هنا 2.9 لأنه طبعا عندنا هنا نوفره تسعة وعشرين من على تسعمية وتسعين يلا نصير ادنى ستمية اذا ضربناهم ستمية وثلاثة وتسعين ونضرب عشرة ضرب تسعة وعشرين ضرب 2.9 بيساولينا هنا زائد تسعة وعشرين اروح اجمع الان اجمع هذا المقدار كله اذا جمعنا يا اولاد يا بنات كم يطلع الجواب اذا جمعنا بيطلع علينا سبعمية واثنين وعشرين على كم كله على تسعمية وتسعين على تسعمية وتسعين نسوي اختصار تبسيط نقسم على اثنين اذا قسمنا على اثنين بيطلع علينا الجواب نقول اذا قسمنا على اثنين ثلاثمية واحد وستين وهنا بيطلع علينا اربعمية وكام وخمسة وتسعين اربعمية وخمسة وتسعين فنلاحظ ان الاجابة مين بصير الاجابة طلعت مين الاجابة فقرة مين فقرة دي اعيد هنا بالنسبة الى النقطة هنا 2.9 ليش لانه هنا متحرت لانه هنا تسعة وعشرين من عشرة يساو هذا المقدار بس لانه هنا تسعة وعشرين من كم تسعة وعشرين من ألف فقلنا اذا نصير 2.9 على تسعة وتسعين واحدنا المقامات وطلعنا الجواب اذا الاجابة فقرة دي يلا الروح الى المسألة اللي بعد الروح الى تمرين تسعة وعشرين يلا يا أولاد يا ابنان في السؤال تسعة وعشرين يقول لدى السيد عادل الكثير من الطاولات والكراسي في منزله كل طاولة مما مستطيلة مستطيلة تتسع إلى كم شخص هذه طاولة مستطيلة تتسع لثمانة أشخاص خلينا نحدد الأشخاص اللي تتسع لهالطاولة يعني بصير هنا شخص وهنا شخصين وهنا أيضا شخصين وهنا أيضا شخصين قال لنا ثمانة أشخاص ممكن أرتبها أقدر أخلي ثلاثة هنا وأقدر واحد واحد هنا يعني هذي ثمانة أشخاص قال لنا وكل طاولة مستديرة تستطيع أن تأخذ كم؟ خمسة أشخاص أروح أرسم دائرة مستديرة إذن هذه دائرة والطاولة الثانية صغيرة وحواليها كم شخص يا أولاد يمنات حواليها خمسة أشخاص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أشخاص تمام ما هو أقل عدد من الطاولات التي سيحتاج لاستخدامها ليجلس عليها كم؟ نبغى يجلس عليها خمسة وثلاثين من الضيوف إذا يبغى خمسة وثلاثين من الضيوف أروح أروح أولا دون أن يبقى أي مقعد حول هذه الطاولة أروح أسوي الآن التجريب الآن كم طاولة نحتاج نشوف الآن نجمع مرة مرة مستقيل ومرة نجمع الآن الطاولة المستقيلة ونجمع مرة عدد اللي بالنسبة إلى الدائرة الطاولة المستديرة أولا أنا عندي ثمانية أشخاص حق هذه الطاولة المستقيلة وبعدين طاولة مستديرة خمسة صاروا الجميع كم هنا ثلاثة بعدين أجمع زيادة أحض ثمانية وأحض خمسة صاروا كم محين عددهم يا أولاد يبنات عشرة مع ستة عش ستة وعشرين صح ستة وعشرين إذا ستة وعشرين نبغى نجمحهم الآن لو حطينا أو نبغى احنا كم خمسة وثلاثين لو ستة وثلاثين لأن نحن لا نستطيع إلا ب ستة وثلاثين مصير يلا دون أن يبقى أي مقعد حول الطاولات فارغة دون أي مقعد يعني حول الطاولات نحط كم بعد لو حطينا ثمانية بعد لو حطينا ثمانية وحطينا يصير وكم هنا الجميع هنا مصير 24 زايد 10 أو ما يكفي ما يكفي إذن ما نقدر نحط الطاولة بعد زيادة نحط طيب نحط خمسة ونحط خمسة صار كم عدد الطاولات أنا عندي هنا صار عندي عدد الأشخاص 20 زايد عدد الأشخاص اللي عندي هنا 16 صار الجميع كم 36 الجميع 36 شخص يقول لأينا كم عدد الطاولات يعني هنا بيصير سترات هنا في مقعد بيصير فيه فارغ هو طبعا بيكون عدد الطاولات كم بيصير عدد الطاولات 6 طاولات المفروض هنا 36 ما يكون عندنا 35 36 يطع علينا بالضبط 36 إذن الإجابة كم يصير الإجابة عدد الطاولات 6 طاولات يقول لأنا كم عدد الطاولات دون أن يبقى أي أحد كم أقل من عدد الطاولة التي سيحتاجها يحتاج ثنتين مستطيلة ويحتاج واحدة دائرية فإذن يصير الإجابة 6 طاولات طيب السؤال إلا بعده سؤال 30 يقول لأنا في الشكل التالي كل المربعات الصغيرة متطابقة كم نسبة مساحة المنطقة المضللة من المربع الكبير إذا هذولين متطابقة يعني لاحظ أن تشوف المثلثات المربعات الآن هذا المربع يساود المربع تلاحظوا أن هذا المربع اللي باللون الأزرق بساود المربع وهذا بساود المربع وهنا أيضا في مربعات صغار يعني كل واحد يعني عدد المربعات المضللة والغير المضللة متساوين تلاحظوا يلا خلينا لو بتحسبوا احسبوا كم عدد المضللة 9 مربعات صح؟ إذن خلينا أحسب عدد المربعات البيضة لاحظوا إن عدد المربعات البيضة خلينا نحسبهم أيضا هنا 1 2 3 4 مع بعض هنا 4 هذه مع هذه صار 5 هذه مع هذه صار 6 هذه مع هذه صار 7 هذه مع هذه صار 8 وهنا الربوع صار 9 إذن عدنا 9 مربعات مربعات بيضاء وعدنا 9 مربعات مضللة صح؟ 9 مربعات بيضاء و 9 مربعات إذن ماذا تساوي نسبة المساحة المضللة بالنسبة الكبير؟ تساوي النصف نصف في المساحة الكبير إذن تكون الإجابة فقرة من؟ فقرة دي يعطيكم العافية والصحة والسلامة بارك الله فيكم تقبلوا تحيات الأستاذ زكي الشعلة في أمان الله ونتمنى لكم التوفيق أولادنا وبناتنا بارك الله فيكم مع السلامة في أمان الله شكرا